اشتركوا في القناة كل ما هو جديد بعدها جميع الروابط التي يتحدث فيها على قناتي تستطيع الولوج اليها من الرابط الذي يكون اسفل هذا الويديو يأخذك الى موقعنا من موقعي تقوم بتحميل تلك التطبيقات بروابط مباشرة حلقة اليوم سوف أتحدث عن امر مهم كما اخبرتكم كثير مننا لديه صور قديمة او صور في البيت ويريد ان يضعها على الهاتف ولكن لو اردت تصوير الصورة فقط هكذا بواسطة الهاتف يمكن تأتي الصورة غير واضحة يمكن تأتي الصورة ليست مبينة جيدا خاصة لو كانت اجهزة الهواتف التي عندك ليس لديها كاميرا بدقة عالية ولهذا في التطبيق اليوم ان شاء الله هو مدعم من جوجل او خاص بجوجل اسمه فوتو سكان حيث يقوم بسكان لتلك الصورة واخراجها لك الى هاتفك كأنها مأخوضة من االة التصوير التي قمت بتصوير بها تلك الصورة سابقا يعني لو انا الان سوف اذهب الى يعني المصور او الصور يخبروني انه يعني اذا اردت اخذ هذه الصورة اعطي فلاش ديسك او فلاش ميموري او هاتف مباشرة يقوم بنقلها ولكن لو كانت لديك صور قديمة واردت مشاركتها سواء عبر يعني مواقع التواصل اجتماعي او مع اصدقائك ما عليك فقط الا ان تقوم بتحميل هذا التطبيق الذي سوف تحدث عليه اليوم وتقوم بسكان وسوف تشاهد الامر كيف يظهر معنا ان شاء الله نمر الى الشرحة واعود اليكم بعد قليل الان كما تلاحظ نأتي بالصورة التي نريد ان نقوم بعملها السكان ونأتي بالتطبيق هذا الذي تلاحظه معنا سوف اضع لكم رابطه اسفل الفيديو كما اخبرتكم تقوم بتحميله تضغط عليه ضغطة واحدة تأتي بالصورة تضعه هكذا في الوسطة كما تشاهد معنا وبعدها مباشرة تضغط على هذا الزر هكذا وبعدها مباشرة يحطيك ربع نقاط تأتي بالنقطة الاولى هكذا يقوم عليها بالدورة ثم تأتي الى الثانية هكذا وحده ثم تصعد الى الاعلى كما تلاحظ ثم تعود من هنا هكذا انتهى من تصويرها الان تأتي الى هنا انظر معي كيف تظهر معك الصورة كأنك قمت بعملية سكان لها كأنها التي موجودة على البيرو نفس الشيء كما تلاحظ هكذا بعدها مباشرة تأتي إذا أردت تقوم بـ للصورة يعني تقوم بتقليص في حجم الصورة كما تلاحظ وأيضا هنا في الأعلى تجد إشارة يعني المشاركة تضغط عليها لمشاركتها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأصدقائك بهذه الطريقة السهلة تستطيع الحصول على جميع الصور أمر معي كأنها يعني مأخوضة من آلة التصوير ولن نقوم بتصويرها حتى لا تظهر على أي آثار من التصوير الجانبية سواء ضوء سواء سطوع الأشياء أشياء كثيرة سوف يعني تلاحظها وتنبهر وأن تجربها بأخذ صورة أتمنى منكم أن تجربوها كما أخبرتكم نعود مباشرة إلى ختام هذه الحلقة هكذا كما راحتم انتهينا من شرح حلقة اليوم بهذا التطبيق الجميل الذي كان مدعا من شركة جوجل كما أخبرتكم لو نال إعجابكم لا تحريبون بضغط على زر إعجابة أتمنى أن نحصل على ألف إعجاب أو ألف لايك لهذا الفيديو وكما أخبرتكم في أول حلقة لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسى الضغط على زل اشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد حتى الآن أنتهي من هذا الشرح وأضرب لكم موعد آخر في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة